كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لبرنامج التاسع الذي تبثه قناة الفلوجة أن التصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات سيكون على جدول جلسة مجلس النواب المقبلة هذا كتاب وحسب الدستور المادة واحد وستين ثامنا أنا جمعتهم البستور شي يقول يقول لازم أجمع خمسين توقيع أنا جمعت سبعين توقيع يوم ثلاثين أربعة سلمت إلى مكتب رئيس مجلس النواب هذا الوؤيات الكتاب موجود فالمفروض هذا الأسبوع سيكون على جدول العمل التصويت بسحب الثقة من عدمها